لسه معاكم بنتابع أخبار وزارة التربية والتعليم الخبر التاني بيقول وأعلن رسمياً اعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية الخبراته طبعاً مهم جداً ويهم كل الأهالي الزيادات أقرتها الوزارة وكانت متفاوتة طبعاً متفاوتة على حسب مصروفات كل مدرسة بالنسبة للمدارس الخاصة تعالوا نبدأ بقى بالمدارس الخاصة المدارس اللي مصروفاتها بتقل عن 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية بتاعتها 25% والمدارس اللي بتبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10,000 جنيه نسبة الزيادة السنوية فيها 20% المدارس اللي بتبدأ مصروفاتها من 10,000 جنيه لحد 15,000 جنيه نسبة الزيادة السنوية فيها 15% والمدارس اللي مصروفاتها بتبدأ من 15,000 جنيه لـ 20,000 جنيه نسبة الزيادة بتاعتها تبقى 12% المدارس اللي بتبدأ مصرفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه هتزيد مصرفاتها 10% أما المدارس اللي بتبدأ مصرفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه نسبة الزيادة السنوية هتكون 7% تفضل لي هنروح بقى للمدارس الخاصة المدارس الدولية اللي بتبدأ مصرفاتها من 30 ألف جنيه وحتى أقل من 50 ألف جنيه نسبة الزيادة فيها 10% والمدارس الدولية بتبدأ مصرفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 80 ألف جنيه هتزيد بنسبة بزيادة 8% المدارس الدولية اللي بتبدأ مصرفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه نسبة الزيادة فيها 7% واللي بتبدأ مصرفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه نسبة الزيادة فيها 6% ونخلي بالنا ما نستجبش لأي زيادة عن كده المدارس الدولية اللي بتبدأ مصرفاتها من 200 ألف جنيه فأكتر نسبة الزيادة فيها 5% نشكر الوزارة لأنه الموضوع ده كان محير جدا يا مهة كان فيه أهالي كتير كل مدارسة كانت بتزود براحتها كان فيه قوانين بس ما كانتش بتتطبق في المدارس الخاصة فبنشكر يعني الوزارة أن هي لها أكسس على ده أو سيطرة على سوق المدارس واللي بيحصل فيها طبعا المدارس الخاصة زي بالزبط يا جماعة الاحتكار اللي بيقوموا به بعض التجار في السوق وبيتعدوا الأسعار الرسمية للسلع ده حصل برضو مع المدارس الخاصة والدولية دلوقتي احنا ليه بنقول الكلام ده بنقوله لأنه رد حاسم وقاطع طبعا بنكلم على بعض مش كل بعض المدارس الدولية برضو الموضوع ما كانش فيه رقابة بيزودوا النسب اللي هم عايزينها على المصاريف حسب أهوأهم فدلوقتي بشكل رسمي من المؤسسة الرسمية وهي وزارة التربية والتعليم قالت نسبة كل المدارس اللي حتزيد ده معنى ايه؟ معنى ان احنا بننشط كمان أولياء الأمور يكون موقفهم إيجابي أول ما تلاقوا أنه المصاريف المحددة من المدارس الدولية أو المدارس الخاصة زادت عن النسب اللي أقرتها وزارة التربية والتعليم لازم يعني تروحوا تشتكوا فورا وتبلغوا الوزارة وأكيد هتتخذ الإجراءات اللازمة إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل ولادنا بإذن الله